السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درس جديد نتكلم في هذا اليوم عن بعض الجمل اللي تساعدنا بالتحدث باللغة الإنجليزية وقوالب وكلمات ممكن نحفظها ليكون مخزول لي في اللغة الإنجليزية نتكلم في هذا الدرس كيف يمكننا نبقى معافين بصحة جيدة سليمين إذن healthy معافة سليم بصحة جيدة جاي من كلمة health صحة healthy صحي أيضا دائما نسمع كلمة healthy food healthy life يعني طعام صحي حياة صحية وهكذا ماذا يمكن أن نفعل؟ ماذا يمكن أن نفعل؟ to لي stay نبقى healthy معافيا وبصحة جيدة and strong strong أقوية لاحظة stay دائما الحرف a يتبعها y ننفذها a في كلمة they lay way may rain may say إذن دائما عدنا a y بأخير الكلمة مفضها a stay healthy and strong لاحظ to keep your body healthy and strong you need healthy food to eat and clean water to drink you need plenty of exercise and plenty of sleep you need to keep clean to keep your body healthy لتجعل جسمك معافى أو صحي to keep you حافظ يعني تحافظ على جسمك بشكل صحي and strong وقوي لاحظ أثناء الكتابة لم ننهي الجملة بـ full stop لأنه يتبعها كلام لأنه ننتظر مزيد من المعلومات نضع كما فاصلة يفيدنا أيضا بالكتابة you need healthy food إذن تحتاج طعام صحي to leave eat لتأكله إذن لاحظ food to eat and clean water وماء نظيف to drink لتشربه you you need plenty of نفض هالكلمة هذه plenty of وفرة من مزيد من يعني plenty of exercise التمارين أو التدريب and plenty of وفرة من أو كثرة من sleep and no you need to keep clean تحتاج لأن تبقى نظيف أو على نظافة أو تحافظ على نظافتك to keep your body healthy and strong you need healthy food to eat and clean water to drink you need plenty of exercise and plenty of sleep you need to keep you need to keep clean إذن نحتاج healthy food to eat and clean water to drink ما نظيف لنشرب أيضا plenty of exercise وفرة من التمارين أيضا plenty of sleep وفرة من النوم and to keep clean ونحافظ على النظافة healthy food طعام صحي we need food to make our muscles strong foods like eggs, beans, fish, meat, milk and cheese fruit and vegetables are also important we need food نحتاج الطعام to make لنجعل إذن لاحظ نيك يصنع ونجعل to make our muscles لنجعل عضلاتنا نصنع عضلاتنا strong قوية إذن لنجعل عضلاتنا قوية foods أطعمة like مثل eggs eggs beans beans fish meat milk milk and cheese fruit and vegetables and vegetables and vegetables are also 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 important ننتبهى كلمة muscles عضلات muscle muscles muscles foods ننتبهى list of foods قائمة العطعمة لا نكتب eggs and beans and fish فقط نضع ملاحظة كما فاصلة آخر شيئين بالقائمة هم milk cheese نضع بينهم and ننتبهى باللغة العربية نكتب البيض و فاصل آخر شيئين بالقائمة نحفظ كلمة vegetables vegetables خضار أو خضروات important مهم نحفظها إذا حولنا T إلى CE تصبح important important أهمية noun يعني part of the speech نقسم الكلام إذا تكون اسم important مهم adjective صفة important أهمية أيضا نحفظ أيضا مهمة نحتاج أيضا أهمية تنمو عظامك بينما تنمو دماغك جسمك يحتاجان ليرتاح يحتاج الاطفال للنوم لحوالي 10 ساعات كل ليلة لاحظ بينما دماغ من كمة طفل فقط نضع أطفال أولاد حرف صامت لا ينطق لن نقول هورز نايت نايت لاحظ فلايت جسمك سايت رايت مايت لاحظ جي اتش نايت ليلة تمرين وتدريب التدريب أيضا كم ونزل تدريب ونزل ومدح ومع شعر أطفال تدريب أيضا التدريب يصنع عظلات وعظام قوية هناك عدة طرق لتتمرن مثلا منها الركض أو الجري صعود الدرج ولعب ألعاب الكرة لاحظ ميكس وضعنا S لماذا لأنه عدنا أيضا الضمير وعدنا حقيقة علمية نستخدم المضارب البسيط إذا كان هي شيئا نضيف للفعل strong قوي صفة تأتي قبل الموصوف strong bones and muscles لا نقول strong bones and strong muscles خلاص strong bones and muscles فلسطوب الفلسطوب لازم يكون عندنا حرف capital there are many ways أيضا نتبع على سبيل المثال لحظ نضع أيضا نضع فاصلة منقوطة لكي نعدد القائمة هذه walking running أيضا كما قلنا عدنا قامة الأشياء نضع كما آخر شيئا نضع and ننتبع climb لن نقول climb being عدنا حرف M بعدين B ال B لا ننطقها climbing stairs playing football is exciting and fun يعني لعب كرة القدم يكون مثير أو ممتع and fun ومسلي exciting ممتع fun مسلي لاحظ play يلعب عدنا نظيف عين جي تصبح لعب لاحظ playing football لن نقول play football playing football يعني لعب كرة القدم إذن مسلية و مثيرة walking makes your heart beat more quickly يعني المشي كما قلنا walk يمشي ضفنا ing المشي makes أيضا it نضع اسم فرد غائب walking makes your heart قلبك لاحظ heart نحفظها لا نقول heart 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 قلب beat ينبض أو يدق more quickly بأكثر أو بسرعة أكثر walking makes your heart beat more quickly I love going for walks it is the best exercise I love going يعني يحب الذهاب لاحظ بعد love نضيف ing إذا أقول I love going for walks للمشي it is the best exercise إنه يكون اختصار it is the best exercise يكون التمرين الأفضل lots of people play football it is good for your lungs and your muscles lots of people يعني كثير من الناس ممكن أيضا نكتب a lot of كثير من نفسها lots lots of people play football it is good for إنه جيد لي your lungs نحفظ lungs رئة lungs رئتين and your muscles و لعضلاتك lots of people play football it is good for your lungs and your muscles بهذا الشكل تكلمنا عن how can we be healthy كيف نكون معافيا أو بصحة جيدة اخذنا بعض الجمل بعض الكلمات بعض الملاحظات اللي ساعدنا على زياد مخزونة اللغوي لنتكلم ونكتب بشكل أفضل أتمنى قدمت شيء للفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة ووضع لايك للفيديو وترك تعليق فينا الفيديو يصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته